اشتركوا في القناة والديبلوماسية الفرنسية لتهاجم الاتفاق وتنتقس منها وتشمل مجالات التعاون حسب الاتفاق تطوير البنية التحتية الطاقية في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات للطاقة النووية وإنشاء محطات تحلية ترميها وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي لاستخدام التطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية وفق وكالة الانباء الروسية نوفوستي وتضمن الاتفاقية كذلك تزويد مفاعلات الطاقة والبحث بالواقود النووية وإدارة مخلفات هذا الأخير والنفايات المشعة وإجراء البحث الأساسية والتطبيقية في مجال الذرات النووية إلى جانب استخدام تقنيات الإشعاء في المجالات السلمية وتنص بنود الاتفاقية على أن روسيا ستساعد المغرب على دراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد وتدريب العاملين في محطات الطاقة النووية وكذا العاملين بالمركز المغربية للطاقة والعلوم والتكنولوجيا النووية حسب الوكرة الروسية وردا على هذا الاتفاق زعيم الجمهوريين في الجمعية العمومية الفرنسية أوليفيه مارليكس نشر مقالا على حسابه بتويتر يتحدث حول الاتفاق المغربية الروسية وعلق عليه بالقول ياله من احتقارها وتأتي اتفاقية التعاون الجديد بين المغرب وروسيا بعد أن وقع البلدان سنة 2017 على مذكرة تفاهم جمعت بين وزارتي الطاقة والمعادن بالمغرب مع نظرتها الروسية لتعزيز التعاون في مجالات استخدام الطاقة الدورية للأغراض السلمية وذلك خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء